إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيلا شكرا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم العلم لانا إلا ما علمتنا إنك أنت علم الغيوب اللهم اجعل هذا العمل خليص لوجهك الكريم وتقبله مني طلبات وطلبات الصفة الخامس الابتدائي أهلا بكم ومراجعة انهائية في مادة الدراسات الاجتماعية الترم الثاني لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك الفيديو وتشاره للأصدقاء والفيسبوك وتابعونا باستمرار يلا بينا نبدأ السؤال الأولاني هنا بيقول إيه أمامك خريطة صماء لجمهورية مصر عبية مصر اكتب مدلول الأرقام الموقع عليها يبدو الوقتي عندنا خريطة المصر هي خريطة صماء وعليها أرقام يعني واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة بيقول لي بقى إيه حط الأرقام ده هي طيب أول حي بيقول لي إيه عاصمة مصر زمن الفاطمينيين أو إيه الدولة الفاطمية يبقى عاصمة قولوا عاصمة مصر زمن الفاطمين كانت مين قولوا إيه مدينة إيه القاهرة طيب إيه اتنين إيه اتنين خلاص يبقى ديها مدينة اسمها مدينة مين الإسكنترية رقم ثلاثة في رقم ثلاثة هنا بيقول لي واحد بيقوله الواحد اللي في رقم ثلاثة دي اسمها واحد مين وياحد سيوى. طب رقم اربعة في البحر طبعا البحر اللي هنا هو البحر الايه? الاحمر. يبقى نقوله البحر اللي هو اسمه ايه? البحر الايه? الاحمر. طب رقم خمسة في مدينة هنا عند ايه? رقم خمسة في مدينة كده. نقوله ده مدينة الايه? الاقصر. في مدينة الايه? الاقصر. طيب. بيقول لي بعد كده اكمل العبارات الاتية بكلمة مناسبة. واحد توفر السياحة تمنتاشر في المية من نقط. يبقى نقوله توفر السياحة 18% من الدخل القومي العبارة بعد كذا بنى نوع مدينة القطائع ومسجده المشهور الموجود بها يبقى نقوله بنى مين بنى أحمد بن القلون مدينة القطائع ومسجده المشهور الموجود بهذه المنطقة استحدثت مصر أنواعنا جديدة من السياحة مثل سياحة مثل سياحة المؤتمرات اعلنت مرسى علم ورأس بناس كماناطق للسياحة السياحة الايه بقى نقوله السياحة البيئية محمد ابن طغج من أصل نقوله أصل ايه تركي الأصل بتاعه نهو ايه تركي طيب تعالوا نشوفو لها جعله بعدك بي اختر الإجابة السحية من بين الإجابات الايه المؤتمر أول حاجة بيقول لي أول إمارة صالبية هي ترابلس ولا الرهى ولا أنتاكيا ولا بيت المقدس نقوله أول إمارة صالبية كانت مين نقوله الايه الرهى السؤال بعدك بيقول انتصر نقط على الصالبيين مين بقى المؤزل دين الله قطز صلاح الدين أحمد ابن طلق طبعا نقوله انتصر صلاح الدين مين اللي انتصر نقوله صلاح الدين على الصالبيين طبعا في مقاية مين حطي ثلاثة مدينة مرسى علم على البحر الأسود ولا المتوسط ولا الأحمر والميت نقوله مدينة مرسى علم على البحر البحر الإيه الأحمر البحر الإيه الأحمر طيب قائد المغول في معركة عين جلوت هو جنكيس خان ولا كاتبغا ولا قطز ولا هلاكو يبا نقوله قائد المغول في معركة عين جلوت هو مين نقوله كاتبغا خمثة تتميز مصر بوجود العديد من العيون الطبيعية كما فيه الإسكندرية ولا شرم الشيخ ولا الأقصر ولا الوادي الجديد نقوله هنا تتميز مصر بوجود العديد من العيون الطبيعية كما فيه الوادي الجديد بنختار الايه الوادي الايه الجديد طيب سؤال بعد كده بيقوله بيما تفسر منح محمد ابن طغج لقب الأخشيد ليه بقاه نقوله بسبق شجعته في صد حجامات الدولة الفاطمية طيب بما تفسر أهمية السياحة لمصر أهمية ايه بقى نقوله السياحة أهمية ايه هنقوله تساعد على زيادة داخل القومي حاجة تانية ان هي بتوفر فرص عمل جديدة رقم ثلاثة ان هي بتوفر العملات الأجنبية طيب سؤال بعد كده بيقوله بما تفسر برضو أسس صلاح الدين القلع أسس مين صلاح الدين القلع لأسس صلاح الدين القلع أه لتكون مقرر لحكوماته لتكون مقرر لحكوماته طيب سؤال هنا بيقولك ايه ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة الخطأ ديت أمام العبارة غير الايه الصحيحة واحد يأتي السياح من أوروبا بشكل كبير في فصل الصيفة طبعا نقوله ايه العبارة ديت ايه العبارة خاطئة اتنين نقل المعز الخلافة الفاطمية من تونس إلى مصر طبعا العبارة ديت عبارة برضو ايه خاطئة رقم ثلاثة تم عقد صلح رملة بين صلاح الدين وريدشارد قلب الاسد أقوله العبارة ديت عبارة ايه صحيحة طبعا رقم اربعة بيقولي جاءت الحاملات الصليبية إلى الشرق من اسيا إلى الشرق من ايه من اسيا طبعا العبارة ديت عبارة ايه خاطئة العبارة اللي بعد كده بيقولي ايه نشأت مدن وقرأ سياحية جديدة بفضل السياحة في مصر أقوله العبارة دي عبارة ايه صحيحة طيب تعالي بقى نشوفه الايه اللي بعد كده بيقولي من الذي قام بهذه الأعمال عايز بيقول من اللي ايه العمل حاجات ديت هنا نقوله شيد البيراستان احمد ابن طلول بعد كده بيقولي القائد الذي انتصر على البيزانتيين في معركة عين شمس وفتح مصر مين القائد ده نقوله هو مين القائد عمر ابن العز رقم ثلاثة مؤسس الدولة الاخشيدية في مصر نقوله هو مين نقوله محمد ابن طغج الاخشيد رقم اربعة انشأ اسطولا حربيا تفوق على الاسطول الدولة البيزانتية مين هو نقوله ده اسمه ايه نقوله العمل ده بنتسب لمين للمعز لدين الله اللي ايه الفاطري طيب رقم خمسة وحد القبائل المغولية تحت سلطانه مين ده نقوله ايه هو جينكيس خاني جينكيس مين خاني يبقى هنا سؤال تاني او نوزك اجابة نوزك تاني هناخدهم مع بعضينا سؤال اول بيقول امام خريطة سماء لمصر اكتب ما تدولي الارقام اللي ايه اللي بتدولي عليها اول حاجة اعطيها لي دول وقت بيقولي البحر البحر اللي هنا مين البحر ده نقوله ده البحر المتوسط يبقى بيعبر عن البحر مين ايه المتوسط طب رقم اتنين مدينة في المنطقة دية اسمها ايه نقوله مدينة مرسى مطروح مدينة مين مرسى مطروح طيب رقم ثلاثة في رقم ثلاثة هنا في المنطقة دي كده اسمها محمية منسمها ايه محمية مين سنتي كاتري soul يبقى دين محمية سنتي كاتري طب رقم اربعة هنا في بحيرة بحيرة اللي موجودة هنا بسسمها بحيرة مين طب عندي اسمها بحيرة مين ناصر يبقى بحيرة اللي هي بحيرة مين ناصر رقم خمسة اللي هنا في مدينة شايفين المنطقة دية اللي موجودة على البحر الأحمر اسمها ايه نقوله مدينة الغردقة يبقى دي مدينة الغردقة طيب تعالى بيقول لي ما المقصود بكل الممات أول حاجة بيقول لي دخل قومي يعني كلمة دخل قومي يبقى نقوله الدخل القومي هو ايه إجمالي الدخل لازي تحققه الأنشطة الاقتصادية في الدولة من زراعة وصناعة وتجارة وسياحة وغيرها يبقى دي كله بنسميه يبقى الدخل اللي بيدخل حاجة دي كلها بنسميه دخل قومي بعد كده بيقول لي قبيلة يعني ايه قبيلة يعني ايه لما نقول كلمة قبيلة يبقى القبيلة هي عبارة عن مجموعة من الناس ينتمون الى أصل واحد تربطهم رابطة الدم والعصبية فهذا بنسميها ايه قبيلة برضه بيقول لي عايز بيقول لي ايه بيرو عايز بيما رستان بيما رستان يبقى نقول لي ايه بقى هي ضر العلاج وتدرس الطب في العهد الاسلامي يبقى دي كان ضر للعلاج وكان بيدرس فيها الطب في العهد الاسلامي هنا السؤال التاني بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقوات يبقى اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقوات فعلوا اول حاجة بيقول لي هنا ايه تشمل المنشآت السيحية المدن الكبرى الفنادق الترق الكباري يبقى تشمل المنشآت الساحية حلقه الفنادق فأيه تاني بيقول لي من شروط صلح الحديبية هدنة مدتها نقط سنوات يبقى كم سنة سبع سنوات ثمانية سنوات تس سنوات عشر سنوات يبقى من شروط صلح الحديبية هدنة مدتها عشر سنوات عشر ايه سنوات طيب رقم ثلاثة تعود السياحة المصدر نقط للعملات الإجنبية في مصر الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع يبقى نقوله تعود السياحة المصدر الأول يبقى المصدر الايه؟ الأول للعملات الإجنبية في مصر طيب رقم أربعة بيقولي المغول قبائل تسكن وسط ميبا؟ أسيا ولا أفريقيا ولا أوروبا ولا أمريكا؟ نقول له المغول قبائل كانت تسكن وسط مين؟ وسط اسيا وسط ايه؟ اسيا رقم الخمسة بيقول لي ايه؟ اسس عمر بن العاص العاصمة جديدة لمصر هي الفستات ولا طيبة ولا اسكندرية ولا العسكر طب نقول له هنا اسس عمر بن العاص عاصمة جديدة لمصر وكانت هي مين بقى؟ مدينة الفستات مدينة الفستات سؤال بعد كده بيقول ايه؟ بيقول لي بما تفسر مجيء السياح من اوروبا الى مصر في فصل الشتاء في فصل مين؟ الشتاء ليه بقى؟ هنقوله هروبة من برودة الجو في اوروبا وكمان للاستمتاع بمناخ مصر الدافئ في فصل الشتاء طيب اتنين بما تفسر هزيمة المسلمين في غزوة احد ثلاثة هجرية ايه السبب؟ نقول له بسبب مخالفة الرماه اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم اكمل الابرات الاتية بكلمات مناسبة واحد من المقاومات الطبيعية لقيام السياحة في مصر ايه بقى؟ هولو الموقع بتاع مصر بذيت منها هلأ الموقع الجغرافي بتاع مصر طيب اتنين يسمى اهل المدينة باسم باسم ايه؟ قلو الانصار باسم ايه؟ الانصار ويسمى اهل مكة باسم المين؟ المهاجرين يبا يسمى اهل المدينة باسم الانصار ويسمى اهل مكة باسم ايه؟ المهاجرين رقم ثلاثة بتقول ايه؟ تهدف التنمية السياحية الى زيادة اعداد مين؟ أعداد السائحين إلى زيادة أعداد من السائحين طيب رقم أربعة يقول لي انتصر قطز على المغول في موقعه يقوله موقعه عين جلوت رقم خمسة السياحة القائمة على استضافة البطولات الرياضية فعر باسم باسم اين يقوله باسم السياحة الرياضية باسمها ايه السياحة الرياضية طيب رقم ب اكتب ما تشير اليه العباراتين الآتياتين اول حاجة عقد واتفاق بين طرفين وغالبا ما يسمى باسم المكان الذي عقد فيه ده بنسمي ايه بنسمي صلح الحاجة اللي بعد كده يقول لي فريدة طردها الله تعالى على المسلمين وهي من اركان الاسلام الخمسة طبعا الفريدة دي كانت اسمها ايه فريدة الايه الزكاة فريدة الايه ايه الزكاة بيقول لي ايه ضع علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الايه الصحيحة واحد اه تشتهر مدينة شرم الشيخ بسياحة الشواطئ والسياحة الرياضية نقول له العبارة دي عبارة ايه صحية اثنين رفق ابو بكر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة الى المدينة المنورة اقول له العبارة دي عبارة ايه صحية بعد كذا بيقول لي ايه محمد ابن طاغج الاخشيد من اصل فريسي طبعا الابارة خاطئة هو من اصل مين اصل تركي اه اربعة تشتهر الوحاية المصرية بسياحة السفاري نقول له العبارة دي عبارة ايه صحية رقم خمسة اصبحت مصر بعد الفتح العربي ولاية تابعة للخلافة العثمانية طبعا الابارة دي خاطئة طبعا هي ولاية تابعة من او غزء من الخلافة الاسلامية الخلافة الايه الاسلامية فالسؤال بعد كده بيقول لي ايه من النتائج المترتبة على حسن معاملة الشاب المصري للسائحين ترتب عليه ايه بقى نقوله بيترتب عليه ايه زيادة اعداد السائحين وفترات احكماتهم اتنين يتضاعف الدخل القومي من الايه من السياحة طب اتنين مناتج المترتبة على هزيمة المغول في موقع التعيين جالو ترتب عليه ايه ايه بترتب على كده ايه بحمة مصر بلاد الاسلام واروبا من الخطر الايه المغولي وبعد كده برضو ايه توحيد مصر وبلاد الشام تحت زعامة دولة ايه المماليكة الحاجة اللي بعد كده القضاء على اسطورة الجيش المغولي الذي لا يقهر بعد كده او الحجر رقم اربعة اصبحت مصر زعيمة العالم الاسلامي بديت النتائج اللي ترتبط على هزيمة المغول في موقع التعيين جالو